في إطار خطة حكومية بريطانية لإعادة توطين اللاجئين أقلعت أول رحلة جوية تقل مهاجرين مبعدين من المملكة المتحدة إلى رواندا هذه الخطة تثير جدلا قانونيا واسعا في بريطانيا وخارجها وقد رفضت المحكمة دعوي استئناف ضد الخطة التي تقضي بنقد المهاجرين جوا إلى رواندا لمعالجتهم وإعادة توطينهم فيما وصف المفوض السامي للأمم المتحدة للشؤون اللاجئين الخطة البريطانية بالكارثية مشددا على أن الأشخاص الفارين من الحرب والصراع والاضطهاد يستحقون التعاطف هل تمر الخطة البريطانية من دون اعتراض فعلي وما مصير هؤلاء اللاجئين معنا الآن من بلفاست الباحث المختص بقضايا الأقليات واللاجئين في جامعة كوينز الدكتور درو ميخايل دكتور ميخايل مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار كارثية هذه الخطة كما وصفها المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أي مدى تسبب إحراجا للحكومة البريطانية؟ بالنظر إلى أن حكومة بوريس جونسون هي مجموعة من الاختصاصيين في الإحراج فهذه السياسة أو هذه الخطة هي ربما النقطة الحضيدة في الإحراج طبعا بالنسبة يمكن أن نصفها بأنها إخفاق من كل الطرق إخفاق من كل الطرق ولكن الحكومة لها أيضا المبررات التي تصوغها مسألة الهجرة غير الشرعية وتريد حصل المسألة بالهجرة الشرعية هل هذه مسوغات مقبولة؟ هل هذه أعذار يمكن أن تكون مقبولة؟ لا هذا ليس مقبول بكل تأكيد في القانون الدولي وهذا ليس مقبولا أيضا في دولة والتزام الدول بأن تتقاسم أعباء الناس الذين كان يجب عليهم أو لجأوا للمغادرة بلدانهم هؤلاء اللاجئون الذين يأتون عبر البحر إرسالهم إلى طائرة إلى بلدة ثالثة حيث هناك أيضا الثلث ولأحدى الدول التي ليس فيها الكثير من الرفاهية وهناك انتهاكات لحقوق الإنسان ليس هناك أي مبرر لفعل هذا رغم أن طبعا وزيرة الخارجية بريتي بيتال قد قالت بأن أولامة هؤلاء المحامين من اليسار كما وصفتهم الذين يحمون هؤلاء المجرمين ووصفتهم بالمجرمين يعني أفهم من كلامك دكتور بيخايل بأنه أنت من مؤيدي سياسة الباب المفتوح فيما يتعلق بالهجرة كل من يقول أنا مهاجر ولدي مطالب معينة لجوء سياسي إلى آخره لجوء إنساني يجب أن يكون هناك مجال لقبول مثل هذه الطلبات هل هذا ما أفهم من كلامك؟ أولا المملكة المتحدة لديها القدرة في استضافة اللاجئين وطالب اللجوء وحقيقة أن هذه يكلف أكثر عن نقل هؤلاء الناس إلى رواندا ومثلا المفوض للتنمية أو الوزير التنمية السابق قال بأن هذا أرخص بأن يبقوا هنا في لندن إذن هناك طبعا هدف سياسي وهناك أيضا هدف لوجيستي وهو أنه أسهل للمملكة المتحدة باستضافتهم داخل المملكة المتحدة أما النقطة الثانية بسأن سياسة الباب المفتوح فنحن في المملكة المتحدة قد وقعنا على معاهدة اللاجئين 1951 وهناك التزامات ينبغي أن نخضع لها ونتبعها لقد طبعا حللنا قضية هؤلاء مثلا الذين واجهوا الكوارث أو واجهوا العنف والذين كان ينبغي أو طردوا من بلدانهم بأنه ينبغي أن يحصلوا على اللجوء في أي مكان نسونا إليه ومملكة المتحدة ليست تستطيع هذه مشكلة دكتور ميخايل البعض يقول أن دولة واحدة بمفردها لا تستطيع أن تتعامل معها يجب أن يكون هناك جهد دولي جهد عالمي للتعامل مع هذه القضايا لأنها تتكرر يعني ليست المرة الأولى إلى أي مدى برأيك يجب أن يكون هناك بالفعل جهد منصق من هذا النوع حتى يتم التعامل بشكل فعال بشكل منطقي مع مثل هذه المشاكل التنسيق طبعا هذا شيء مطلوب لقضايا اللاجئين على المستوى الدولي وحقيقة أن المملكة المتحدة قررت الآن أن توقع اتفاقيات ثنائية مع دولة ثالثة للوفاء بالتزاماتهم هذه الدولة لا يمكن أن تتحمل اللاجئين وهناك 130 ألفا موجودون هناك بالفعل ورغم أن هناك كما قلت كان هناك تنمية اقتصادية منذ 2004 في رواندا ولكن هذا ربما يخلق جهدا منسقا جديدا بشأن التعامل مع اللاجئين وهذا يعطي بإعطائهم 120 مليون إلى أوغاندا التي تصديفهم مليون ونصف مليون وهذه دولة مجاورة ولكن هذا لم يحدث لأن هذه الخطة التي عقدوها مع بول كاغني الذي طبعا ينظر إليه جيدا في أوروبا والذي قرر بأن يتحمل عبء اللاجئين عن حكومة استعملت هذه القضية وخلقت هذه الغضب ضد هؤلاء اللاجئين المساكين طيب فقط هذه إشارة إلى الصور التي نعرضها على الشاشة الآن هذه صورة للطائرة التي قامت بهذه الرحلة تستعد للإقلاع من مطار هيثرو في العاصمة البريطانية أعود دكتور ميخايل لأسألك عن هذا الموضوع وما تقول الحكومة بهذا الشأن تقول أن هذه الاستراتيجية الترحيل من شأنها تقويد شبكات التهريب وتدفق المهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم إلى آخره إلى أي مدى بالفعل هذه الاستراتيجية فعالة في تحقيق هذا الهدف على الأقل لا أعتقد ذلك فلا يزال هناك ناس يخاطرون بحياتهم ويرغبون في ذلك للعبور إلى المملكة المتحدة لم يكن هناك أي أدلة قدمتها حكومة المملكة المتحدة أي دليل يشير كيف سيردع هذا المهربين الذين طبعا يريدون أن يهربوا الناس إلى المملكة المتحدة ولكن ما تفعله هذه الخطة هو أنها ربما ستكون ردعة لأولئك الذين يريدون طلب اللجوء في المملكة المتحدة إذا شعروا بأنهم ربما سينقلون إلى رواندا فسيفكرون مرتين قبل العبور إلى المملكة المتحدة الأمر لا يتعلق بالمهربين وأرجوكم لا تصدقها ما تقوله المملكة المتحدة فهذا رادع فقط لأولئك الذين يفكرون في المجيئ إلى هنا لطلب اللجوء شكرا جزيلا لك الدكتور درو بخائل الباحث المختص بقضايا الأقليات واللاجئين في جامعة كوينز كان معنا من بلفاست